مرض فتاك جديد يدخل العراق بعد تسجيل إصابات بمرض الجمرة الخبيثة في الإقليم وسط مخاوف شعبية من الانتشار في وضع صحي متهالك التعبته جائحة كورونا رفيق آخر ينضم لعم الفيروسات الفتاكة جاء من أسلاف الأجداد هو ليس جديد أو مستجد بل هو الأخطر والأقدم يعود تاريخه لزمن مصر الفرعونية مرض الجمرة الخبيثة يظهر في محافظة توهوك دون سابق إنذار يأتي ضيف مفاجئ ويظدم المؤسسة الصحية دون خبر أو عرض فتك بستة أشخاص واثنى عشر مشتبه به يقطنون شمال العراق ظهرت عليهم ملامح زيارته القاهرة حالات البسيطة القليلة جدا التي سجلت هي للحالة الجلدية من هذا المرض وبالعادة هي تنتقل من الحيوان الماشية عادة الأغنام أو غيرها ولذلك كثير من الإصابات إذا حدثت تكون في القرى والأرياف وللأناس الذين يعملون في رأي الماشية بالعادة طبعا تطمن الجميع أن الموضوع لا يعد وكونه حالات معدودة قليلة جدا وهو ليس بأمر جديد تسجل على نطاق محدود في كل دول جوار العراق ومن ضمنها بلادنا ومتابعة بشكل مباشر من قبل وزارة الصحة ودارة الصحة العامة مواطن يعني إلى 80% من الدور يعني ستشوف الحاجة أنا كعانا تفكر تقول لك الكورونا مو مراض والله يعني ذلك المناطق الشعبية يقول لك أنا ما يصر بي شكاية ثقافة بالمجتمع العراقي من هذا خصوص الأمراض ما جمرة لا يمكنها السفر عبر العالم ولكنها أصبحت متنقلة منذ ألاف السنين وهناك أسباب تدفع للاعتقاد بأن للبشر دور في هذا فهو يتنقل بملامسة البشر للحيوانات الحاملة له والمواطن يبقى متخوف من تكرار تجربة كورونا وضعف الوعي الصحي لمواجهة خطر قدم ضحانبر الرشيد